هذا السؤال وجهه إلي كثيرون يقولون هناك من يهاجمك على الإنترنت ويقولون ما يقولون كثيرون الذين يهاجمونني مشكلتي عبر مسيرتي هناك من مدحني بما ليس في وهناك من ذمني بما ليس في فأنا فرد شيعي من أمثالكم حالي كحالكم لا أختلف عنكم واقعي كواقعكم إنه الواقع الذي تتحدث عنه كلمات دعاء يوم عرفة إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي هذا هو واقعي وواقعكم على طول الخط في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي من هنا نحن نحتاج إماما حاجتنا للإمام المعصوم السر الذي وراءها هو هذا ما تبينه كلمات دعاء يوم عرفة هو هذا السر الذي لأجله لابد أن يكون لنا من إمام ضرورة وجود الإمام المعصوم على أي حال السؤال هكذا يقول كثيرون يهاجمونك على الإنترنت وأنت لا ترد عليهم الذين يقولون نحن نحبك ونحسن الظن فيك ما هو موقفنا اتجاهه موقفكم أنتم الذين تحددونه لكنني سأجيب على سؤالكم هذا بالإجمال أنا لا أرد على الصغار وإنما أرد على الكبار كما تعرفون مني ذلك لأن الرد على الصغار لا نفع فيه ولا فائدة فيه من وجهة نظري أما الرد على الكبار هو الذي يضع النقاط على الحروف الرد على الصغار لن يكون نافعا ولن يكون مفيدا سيكون مضيعة للوقت لذا فإنكم تجدونني دائما أرد على الكبار وأناقش الكبار أما الصغار فلا شأن لي به ما هو موقفكم إذا كان هؤلاء يتحدثون عني شخصيا يسيئون إلى سمعة الشخصية فلا شأن لكم بهم أنا أسامحه أسامح الجميع ممن يحبني وممن يبغضني ولقد تعودت على هذا الحال أكثر من أربعين سنة أنا على هذا الحال أنا أسامح الذين يسيئون إلى سمعة الشخصية وأطلب منكم أن تتركوهم لا شأن لكم بهم لكن إذا كان كلامهم يؤدي إلى القدح بالمنهج الذي أطرحه وأضعه بين أيديكم وأنتم قد آمنتم به واقتنعتم به بحسب عقولكم بحسب مدارككم من أن المنهج هذا هو الأقرب إلى منهج إمام زماننا الحجة بن الحسن إذا كنتم تعتقدون ذلك وكنتم تجدون كلام هؤلاء يقدح في هذا المنهج يجب عليكم لست أنا الذي أوجب عليكم دينكم يوجب عليكم أن ترد على هؤلاء بكل ما أتيتم من قوة من قوة إعلامية من قوة كلامية بشرط أن يكون الكلام منطقيا وحقيقيا ومبتنيا على الأدلة والوثائق لا أن تتورط في الأكاذيب أو في إخراج الكلام عن سياقه أو في تشويه المضامين بطريقة القص واللصق إن كان عبر الكلام أو كان ذلك عبر الفيديوات يجب عليكم أن تواجه هؤلاء بكل ما أتيتم من قوة إعلامية لا تتورط في الكذب كما هم يفعلون الكذب حبله قصير لقد قيل عني ما قيل عني خلال العقود الماضية تلاشت الأكاذيب وبقيت الحقائق بقي صوتي هادرا يعلو بفكر محمد وآل محمد وتلاشت تلك الأصوات فحبل الكذب قصير والتفاهات لا قيمة لها تتلاشى فهؤلاء الجميع الذين يتكلمون عني إن كانوا يسيئون إلى سمعة الشخصية فأنا أسامحهم وعليكم أن لا تنشغلوا بهم ولكن إذا كان كلامهم يؤدي إلى القدح بالمنهج الذي أدعو الناس إلي يجب عليكم وجوبا قطعيا أن تواجهوهم بالحقائق وبالمعارف وبالعلم وبالأدلة الواضحة بآيات الكتاب وأحاديث العترة بالزيارات والأدعية التي طالما عرضتها بين أيديكم لأن القضية حينئذ لا ترتبط بارتباط شخصية مسيرة طويلة تأريخ طويل هذه القافلة التي أنا حاديها منذ أربعين عاما وربما أكثر هذه القافلة التي أنا حاديها ويعلو صوتي طيلة السنين يعلو صوتي بفكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه القافلة محملة بأنفس البضائع هذه محملة بأغلى الكنوز القافلة تسير وتسير وعبر مسيرها صادفت وستصادف ستصادف قطاع طريق ستصادف لصوصا وكذابين وأفاقين مثل ما صادفت في سابق أيامها وستصادف أناسا يتفرجون عليها لا شأن لهم بها قد يمدحونها وقد يذمونها وستصادف أناسا ينتظرونها على الطريق كي يلتحقوا بها من الذين ينتفعون من كنوزها وبضائعها الثمينة وتصادف بين الفينة والأخرى كلابا تنبح عليها وستبقى الكلاب تنبح في مكانها لكن القافلة تسير تسير هذه الكلاب ستبقى تنبح وتنبح وتنبح إلى أن يصيبها التعب أما القافلة قافلة لا تتعب ستستمر في مسيرها الكلاب النابحة سينقطع صوتها وينتهي الزمان كفيل بذلك الحق والصدق والمعرفة الأصيلة والثقافة الأصيلة هي التي ستبقى أما الأكاذيب والإفتراءات والتشويه والتحريف وإخراج الأمور من سياقها هذا سيتلاشى إمامنا الكاظم وهو يحدث هشام بن الحكم عن الدنيا إنه يخبره من أن الدنيا صبر ساعة صبر ساعة تزينها القافلة بكنوزها وتقبحها الكلاب بأصواتها وقذاراتها القضية واضحة القافلة تسير وتسير هل تريدون أن تكون من قطاع طريقها أم من لصوصها أم من الذين يتفرجون عليها تارة يمدعونها وتارة يذمونها أم أنكم تريدون أن تكونوا في صفوف النابحين في صفوف الكلاب النابحة أم أنكم ستلتحقون بها كي تنتفع من منافعها ومن ثمارها هذا هو واقع الحياة في زماننا وفي الأزمنة الماضية وفي الأزمنة الآتية وما الدنيا إلا صبر ساعة صبر ساعة مع محمد وآل محمد لساني يلهج بذكرهم ولسان غير يلهج بقذاراته وقذارات أعدائهم الفارق هنا الذين سألوا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عن الذي انتصر في عاشورا حينما كان في الشام فماذا قال إمامنا السجاد من أن الذين فازوا في تلك الحرب ستعرفهم إذا ما استمعت إلى الأذان كان وقت الأذان قريباً قال قال سيؤذن المؤذن فاستمع إلى المؤذن حينئذ ستعرف الغالب والفاتحة والمنتصر وأنا أقولها للجميع استمعوا إلى حديثي واستمعوا إلى حديثي غيري وقارنوا أيا كان الذين يتحدثون عني قارنوا بين حديثي وغاياته وبين حديثي غيري وغاياته حينئذ تعرفون أن الغالب وأن الفائز وأن المنتصر منه نذهب إلى فاصل